بعد مراثون طويل يحبس الأنفاس وقف فيه العالم على أطراف أصابعه أعلنتها رسمياً الهيئة العليا للانتخابات التركية رجب طيب أردغان رئيساً لتركيا لخمس سنوات قادمة بحضور 78 بينهم رؤساء 21 دولة و13 رئيس وزراء و12 رئيس برلمان فضلاً عن ممثلي ثمان منظمات دولية أدى الرئيس أردغان اليمين الدستورية أمام البرلمان جمهور بشكل صفتي إلى دولة ورلغة وباهمسزة وطن وملة بلنمز بتننه ويبدأ أردغان مرحلة الثانية في مشوار يستكمل فيه ما بدأه في مشروع يحياء تركيا في قرنها الجديد آمال وتحديات صغه الرجل ورفاقه فيما أطلق عليه قرن تركيا يتضمن دستوراً جديداً يناسب طموحات العدالة والتنمية في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية فضلاً عن دعم كبار السن ومجالات الزراعة والصناعة ولسيما الصناعة الدفاعية التي باتت تركيا واحدة من البلاد التي يشار إليها بالبنان مشاريع كبيرة تصب في اقتصاد أكثر قوة يطمح الرجل أن يدخل به نادي العشرة الكبار في العالم ما يعني رفعاً لمستوى دخل الفرد ومن ثم حياة أكثر رفاهية ولسيما بعد اكتشاف 540 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود والبحر يخفي في أعماقه مزيداً لخير تركيا قرن تركيا الذي يبدأ مع احتفالات العام الأول بعد المئة لتأسيس الجمهورية التركية لا مكان فيه لإقصاء أحد ولا مكان فيه لتهميش أحد ولا مكان فيه أيضاً للانقلابات العسكرية التي أخرت البلاد كثيراً عن ركب التقدم وإن كانت لا مال كبيرة فإن التحديات أيضاً كبيرة لكن سياسة تركيا العدالة والتنمية الأكثر تصالحاً مع جوارها قد تمنحها امتيازات لتحقيق طموحات في ظل الإرادة القوية الممزوجة بالثقة بقائد سفينة تركيا القادمة بقوة لتزاحم الكبار